اهلا بحضراتكم جديد وهشرككم معانا في اللي كان حاصل في الفاصل بس المهندس عادل ان انا شفت فيديو بتتكلم فيه واستاذتنا الكبيرة الدكتورة ماجل حلوان واستاذ الاعلام وعميدة كلية الاعلام الحقيقة واحدة من اساذة الاعلام الكبار هي حرم الكابتن حمد امام عليها رحمة الله وطبعا والدة نجمنا الكبير المحبوب والمحلل الكابتن حازم امام لكن في حوارها الحقيقة قالت المهندس عادل القياه يكلمنا وفوضنا علشان حازم يروح الاهلي وانه منول جزيكين بيحب حازم وكان عايزه الكلام ده معديش ها 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 هاجبني لا لا بص احنا مش استفانا على قدر اهلي العزم تأت العزام ها ها هتشبط في المتنبي ها طبعا لأن انا ما انا كنت ارى بس مش هتبعد عنها برد يعني كنت ارى اي لعيب بالذات ارى بطعم النادي الاهلي ها لأن فيه جانب يبقى في الشخصية في السماء يليق تحس إنه لو دخل فصل لعبة الأهلي يفيد يضيف جامع مش حقيقة غريب أيوة وطريقته وكده لا عيشته يعني أنا أذكر إن كابتن حازم دعاك كابتن هادي كان صاحبه جدا فكنا عاملين مؤتمر عشان نشير إلى ترتيبات اعتزاله نفس الكواليت ورد آه آه ما هو فهو دخل شاف ترتيبات المؤتمر والبانر كانش لسه بقى الرعايات والكلام ده آه لا مؤتمر مؤتمر وهدي كابتن النادي كان يستحق التأدير فأنا بسط له ما تيجي ما زغليلكش كده آه فضحك ضحك دحكة كده فيها مصمص الشفايف يعني كان هو متأثر شوية ساعتها بحاجات كده فتكلمت معاه قلت له أعلم صعوبة الموقف لكن يعني لو تحب أن أنا أكلم لو كنت أنت يعني متحرج ما تشبنا كلم تفتح الموضوع أكلم بكابتن الحمادة أكلم بكابتن الحمادة ونصير موضوعه بتاع هو اللي يعني يقدر يرفض الأهلي بس يعني إحنا وحتى الحياة الدكتورة ماجي قالت قالت يعني هي كعيلة جزورة كله في الزمانة يعني حتى خلي بالك خلي بالك أنا أقول لك حاجة بقى آه قبل ما حد يعرف حاجة عن الكابتن حازم إمام آه أخوي أنا بقى آه حامد أنت عارف أي طوح آه كان في نادي الجزيرة جاء قال لي أما فيه حتة واد في الصيد بينه أجنابي آه بلوند كده آه عنده 13 سنة حاجة زي كده 12-13 سنة آه في الصيد آه لا لا ما كانش في الصيد كان في نادي الجزيرة لا في نادي الصيد يشيل هو كان في نادي الجزيرة الواقع اللي شابه آه 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 ممكن أن الصيد بيلعب الجزيرة ولي وجد لك أنه آه قلت له إيه ده بتديت أتحر عنه قالوا إلي حازم إمام ابن حماد أمام آه إزا ما بيلعبش قالوا بيلعب في نادي الصيد آه بدأت أتابع وأنا بتلمع فاتكلمت رحمة الله عليه قال لي هادي عدت تعزر ديني في داهية بخفة دمه كان بيني وبينه وعشم كبير جدا قلت له هو إيه دايت إيه لأجمال داهية شاب صغير يعني لسه مرحلة الطفولة ما يجي النادي الآله يا أخو يجرب حظو يشوفه ما أنت لو ما أنت موضتوش زمالك لحد الوقت آه ما فيه إيش يا أخي ستة وشهر لأيته خدوا ودى زمالك ببهته إنت قال لك بعدا ما يدخلنا فيه طب هو حازم بس بقى حازم لا كان في كذا حازمها معروفة بالنسبة لكابتن ميدو وكابتن ميدو ها طبع قبل ما اعترف آه أنا فكر أحمد حسام وجمال حمزة حصل حاجة بقى بالنسبة لكابتن ميدو وقتها كلمت والده ورحمة الله علي حسام وصف كابتن حسام وصف آه والراجل ما كانش يعني شاف ليه لا آه ولكن ميدو وقتها الكابتن الجهري اختاره في المنتخة آه كان عنده 18 سنة آه ولما اختاره في المنتخة بالدنيا تغيرت جدا وتشغل هو وسافر واحترف بره على طول آه فخلاص بقى يعني ما خد سكة كبيرة تانية آه وموفقة جدا يعني آه ومثبه جمال آه يعني اتصل بيا صديقنا العزيز آه منضوع بس آه قال لي ايه لا جمال ده ايه ابني آه انت عايز تآه ايه لا جمال آه قلت له في ليه يعني فالمهم يعني حسسني وكلم الكابتن حسن وكده انه تبقى فيه مشكلة بلاش جمال آه خلاص بلاش جمال آه اتأجلت يعني الامور لكن حتى حتى كابتن ميدو هو عايز يرجع من الجلطرة كان ممكن يرجع لأهل كان ممكن يرجع لأهل لا طبعا وهو بره حصلت كلام بس انا ميدو حقولك سر يعني من جوايا كنت خايف من الخطوة والغول انا بس خايف من كنت خايف من الخطوة دي آه ميدو مين يدير ميدو آه ميدو عايز ميدو عنده دماغ تدير الدنيا عايز سيستم لوحده لا 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 ميدو تجربته الاحترافية اتأثرت انه هو كان عايز يدير المكان مش المكان يديره آه وهو هو نفسه حاسس بكده دلوقتي يعني ميدو لو كان ساب نفسه للكورة توديه في الحتة اللي يستحقها اولا هو كان اساسي على دروكبة على براموفيتش آه كان اشهر منهم هم من الاثنين سعيد وانجح منهم ميدو استكفى شهرة واستكفى احتراف خارجي واستكفى نجاح آه لو ما استكفاش ميدو وكان سابه للناس لمرير اعمال بقى صحيح يعرف ياخده وحطه امكانات بدانية وفنية كانت عالية جدا 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 فدول كنت نفسه اشوفه في النادي الاهل الحقيقة